السلام عليكم وحشاني يا جماعة النهاردة هنعمل مبعد اجمل واسرع كنفه نقول صباح الفل صباح الكنفه بالمكسرات صباح البندق هنعمل الكنفه بطريقة حلوه سهل اوي وبسيطه وكمان الفيديو سريع عشان الناس المستعجيله زيه تعالوا نشوف قد ايه كنفه حلوه عايز اقول اي حد جديد بيزور قناه يعمل لايك لو عجبوا الفيديو ويعمل اشتراك لقناه ويطابعني على قناتي التانية وصفحيتي على الفيس هسيب اللينك بتاعهم جوا صندوق الوصف تعالوا بقى ندخل نشوف كنفه بتاعتنا ولما نشوف الكنفه دايما نفتكر رمضان وروايح رمضان والناس الطيبين هستخدم كيس كنفه من اللي انتو شفتوه معايا دلوقتي يعني عايز اقول الحقيقة في الغالب عندنا هو ده نوع الكنفه اللي انا بستخدمه من سنين طويلة وبيعجبني عشان تبقوا عارفين عشان الناس اللي يعني هتسأني انا كنت حافظها في الفريزر وبعد جده طلعتها وما قطعتها كانت سهل علي التقطيع ممكن تضربيها في الخلاط عشان تبقى نعمة بس الوصفة بتاعتنا مش محتاجة الموضوع ده كله مجرد انك تفركيها وتفركيها من بعض بحيث ان هي ما تبقاش طويلة زي ما انت شايفها كده او مشبكة من بعض عشان ما تيجي تسقيها بالزبدة او السمن اللي هتشتغلي عليه تشرب وتبقى يعني احسن من بتاعة الحلواني انا مش عارفة طبعا طبق الكنافة اللي انا عملته هيبقى عندكم بكام بس حقيقة هو دي ديرف يستحقى كتير الكنافة حلوة اوي اوي من جوه كانت طرية اوي وشربة شربوت بتاعها ما حصلش ورحتها حلوة حلوة تحس كده ان هي معطرة المكان هستخدم عمك بندق تقدر تستبدل البندق باي حاجة بتحبيها سوداني وطور اللي يعجبك او المتواجدة عندك او ممكن ما تستخدميش مكسرات لو انتش عندك حساسية منها خدت طبقة من البندق ناي مهم او ان يكون ناي لان هيعتمد عليه جوه الفرن ان هو يتحمص وفراشت اللي هو الصانية او القلب اللي هشتغل عليه من تحت بالبندق يعني عملت طبقة كاملة من البندق تحت في الصانية ونزلت هنا بالكنافة بعد ما فكتها من بعد وقطعتها عشان لما تستوي واجا قطحها تتقطع معايا كويس طبعا وسيحت او سخنت شوية زبدة او خلتك زبدة عشان ايه او ثمنة يعني هي زبدة او انا عملتها ثمنة ابتديت احطي طبقة وانزل من فوق الزبقة ثمنة عشان تشرب يعني ممكن تحطي كل الخليط مرة واحدة بس يعني دي افضل انا حبي دي واللي رايحكم عملوه وانا بحطي الطبقات ووزع الزبدة حواليها داير ميدور عشان يبقى كله شارب من الزبدة اللي انا بحطها اتأكد كويس اوي ان انا عملت شكل دايري بالزبدة ان انا وزعت بكل الجناب ومن جوه عشان لما تستوي كلها تاخد لون واحد طعم واحد شكل واحد هجيب اي بقى كوباية واي حاجة تقيلة وابتدي اضغط عليها لاني مش مش هحطي حاجة عليها يعني انا هدخل الفرن هيكون الفرن سخن على درجة حرارة 180 هتقعد حوالي نص ساعة او 25 دقيقة على حسب الفرن بتاعك بس تتبعيها طبعا عشان ما تبقاش كلها مقرمشها من جوه من بره احنا عايزين بس القرمشة من بره ومن جوه يكون طرية كده يعني والعسل ببعدل الدنيا فيها طريقة العسل هسيبها لكم جوه لصندوق الوصف وهقولكم سريعا تقدري تعملي العسل ازاي تجيب كوبايتين من السكر وكوباية من المياه ومعلاقة ونص عصير لامون وبعد ما يستوي ده بياخد منك حوالي سبع او ثمان دايق بعد ما يستوي بتضيفي عليه الفاناليا وتقلي بهم لو عايز الاسمه السيرب يبقى خاف شوية تحطي معلقة كوبايتين سكر وكوباية ونص من المياه بس هسيب لكم اللينك جوه صندوق الوصف بتاع اللي هو السيرب اسمه السيرب وهنا بعد ما استويت وتلعت بالشكل ده غطيت عليها جيبت طبق كبير غطيت وشاعة عشان درجة الحرارة تحفظها بعد ما ساقتها الشربات بتاعها عشان درجة الحرارة يعني يشرب الشربات واسمه تفضل طريقية والحروف بس هي اللي مقرمشة انا عايزة كل ده ان الحروف هي اللي تفضل مقرمشة وتبقى من جوه طريقية يارب يكون الشرح واصل لكم دي كانت طريقتنا في الكنفة ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وحطوا لايك طبعوني على قناتي التانية وصابحتي هالفيس هسيب اللينك بتاعهم جوه صندوق الوصف انجوي يا جماعة كان معكم حبيبة كونفة حلوة قوي قوي ريحتها جميلة قوي تقدري تتبدلي الماء اسمها الفانيليا اللي هتحطيها في السيرب بتاعها ده او الكطر او الشربات بماء وردي زي ما عجبك انجوي